رفات أربعة من شهداء الثورة التحريرية وذلك على مصطوى مقبرة الشهداء بولاد براهم شرق ولاية برج بورديج تعكس هذه الفعاليات تضحية الأبطال الذين ماتوا فداء للوطن حيث تشارك في هذا اليوم رئيس المجلس الأعلى للشباب مصطفى حداوي فيما استرجع الحضور ذكرية البطولة التي استطرها أربع مجاهدين استشهدوا من أجل نيل الحرية وضحوا بالغالي والنفيس فداء للوطن التغطير معاذ بوريس اليوم نجتمع في شرف المكان وشرف الزمان شرف المكان في هذه المقبرة مقبرة الشهداء وشرف الزمان في هذا التاريخ العزيز على قلوبنا عيد النصر وما أدراك مع عيد النصر ونحن نستحذر بطولات شهداءنا الأبرار من هذه المنطقة التورية منطقة بورج بوريريج يلتحم فيها السلطات المحلية والأسرة الثورية وساكنة المنطقة لنشيع مجددا لنعيد تشيع جثمين شهداءنا الأبرار الذين قضوا وهم يذوذون عن الدفاع عن حما هذا الوطن ونحن نشيع ونحتفل بهذه الذكرى الطيبة نستذكر كذلك إخواننا الذين يرابطون في غزة المجاهدة والذين لا يزالون يواصلون الصمود في ظل الصمت العالمي الرهيب وكأنه يساند ويوافق على المجزر الرهيب والإبادة الجماعية التي نشهدها 19 مارس 1962-19 مارس 2024 مناسبة عظيمة لنقوم اليوم تحت إشراف السيد ولي الولاية والسلطات المدنية والعسكرية والأسرة الثورية لولاية بورج بوريريج بإعادة الدفن رفاة أربع شهداء رحمة الله عليهم اكتشفوا بمغارة كانت عبارة عن مستشفى سري خاص بالمجاهدين والذي قام الاستعمار الفرنسي بقصفه نحن اليوم نقوم بإعادة دفنهم بمقبرة الشهداء التي تليقوا بأرواحهم الطاهرة الزكية